تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا المستمع محمد جادو من الرياض يقول إنه يختم القرآن كل فترة لوالدته هدية لها وهي متوفة فهل يجوز فعله هذا؟ مسألة إهداء الثواب كمن قرأ القرآن أو ذكر الله جل وعلا أو فعل عبادة من العبادات وأهداء ثوابها لمن شاء من حي أو ميت كوالديه مثلا فإنه يصل عند جمهور أهل العلم ومن العلماء من يخص ذلك بما ورد وثبت كالصدقة والدعاء والحج والعمرة وما ثبتت به الأدلة ومع ذلك يبقى على المن حتى يريد دليل يجيزه هذا قال به بعض أهل العلم وجمهورهم على أن أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت وصلت